علمت مجلة 24 من مصادر مطلعة أن معظم سكان مدينة ستاتو ورواد مواقع التواصل الاجتماعي غاضبون من توقف أشغال وإصلاح وتقوية البنية التحتية لشارع عبد الرحمن سكيرج على مستوى انزلت الشيخ بالقرب من مسجد القادي البعزوي وسط المدينة حيث أصبحت الساكنة تعاني من الحفر والأوحال وخاصة بعد توقف هذه الأشغال منذ مدة وأشار عدد من السكان إلى أن توقف الأشغال أصبح يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم خاصة الأطفال وخاصة الحفر الواقع على الطريق المؤدية إلى وسط المدينة وكذلك انبعاث الروائح الكريهة وكذا تراكم الأطرب التي تعيق سير كل المرة واستفسر سكان الحي المذكر ومعهم بعض فعالية المجتمع المدني عن الأسباب التي كانت وراء توقف هذه الأشغال دون جدوى موجهين طلباتهم للمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي قصد التدخل العاجل للسئناف الأشغال ورفع الضرر عنهم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجام